بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام بما أنه مرت في الآيات السابقة أن الناس على صنفين من يريد الدنيا ومن يريد الدنيا والآخرة فهناك علائم لكل الفريقين الله تبارك وتعالى يبينها في هذه الآيات ليكون درسا لمن أراد الصلاح والرشاد الصنف الأول من هو منافق مرائي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا للباقته وفصاحته وكلامه المعسول فالإنسان يستحسن كلامه ويصغى إلى بيانه والمنافق يظهر الإسلام والشهادتين فهذا القول منه جميل فيستحسن لكن هذا في الحياة الدنيا هذه العبارة في الحياة الدنيا إما متعلقة بالكلمة السابقة وهي قوله يعني ما يتكلم به في شؤون الدنيا وإما متعلق بيعجبك يعني إعجابك إنما هو في الدنيا أما في الآخرة فلا يعجبك قوله لأنه يظهر باطنه السيء ويشهد الله على ما في قلبه يعني يقول إن الله شاهد بأن قلبي موافق لما أظهر هذا شأن المنافقين دائما لأنهم يعلمون بنفاقهم فيظنون أن الناس مطلعون على سرائره فيؤكدون بأنهم مخلصون وأن ما في قلبهم مطابق لما يجري على لسانه وهو ألد الخصام يعني أشد الأعداء الألد يعني شديد الخصومة والخصام جامع يعني إنه من أكبر خصماء الإنسان في الباطن وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب الفساد لكن أفعال هذا المنافق تفضحه فإنه إذا تولى يعني أدبر وانصرف من عند الإنسان سعى في الأرض ليفسد فيها يعني أسرع في الأرض من هنا إلى هناك ليفسد في الأرض بالظلم وإثارة الفوضى والاضطراب ويمكن تصوير إفساده بثلاثة أنواع الأول إفساده معيشة الناس الاقتصادية والاجتماعية الثاني ارتكاب الذنوب الثالث الفساد في الدين بمحاربة الدين أو محاولة تحريفه ومن مصادق الفساد في الأرض القوانين الوضعية في بلادنا الإسلامية التي تخالف الشارع ويهلك الحرث والناسل الحرث يعني الزراعة النسل يعني الأولاد والذرية فأن الظلم وإثارة الفوضى يوجب خراب الزراعات وفناء الناسل لأن الناس يشتغلون بالمعارك والحروب ومن طبيعة الحرب الفساد والإفساد بإهلاك الزراعات وقتل الشباب أو تبعيدهم أو هجرتهم وجلائهم والله لا يحب الفساد فإن الله تبارك وتعالى يريد الصلاح ولا يريد الشر ولا يأمر به وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم يظهر نفاق مثل هذا الفرد في رفضه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكة وإذا قيل له اتق الله في عملك فلا تفسد أخذته العزة بالإثم يعني حملته العزة وحمية الجاهلية على أن يأثى ويعص الله فإن من يرى نفسه عزيزا شريفا لا يترك المعاصي ولا يستعد لسماع النصائح ولا يرضخ للحق ولا يعتني به فحسبه جهنم يعني التكفيه جهنم جزاء وعقوبة لعمله ولا بئس المهاد جهنم محل سيء للعاصي والمهاد يعني المقر الذي يستقر فيه وهذه الآيات نزلت في المنافقين أو في فرد خاص منهم يسمى الأخنس بن شريق كان يظهر المحبة للنبي ويبطن الفساد والنفاق ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس يعني بعض الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه كلمة البيع والشراء كل وحدة من عده تأتي بمعنى الآخر فيشري يعني يبيع يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله يعني طلبا لمرضات الله ومعنى بيع النفس قيامه بأوامر الله تعالى فيتحمل لأجل الله المخاطئ والله رؤوف بالعباد الرأف شدة الرحمة الله يرأف بالناس فيجازيهم لعملهم الحسن ولعل ذكر الرأف هنا لأجل أن مثل هذا البيع يحتوي على أخطار وأضرار فالآية تذكر الناس بأن الله تبارك وتعالى رؤوف بالعباد يجنب مثل هذا البائع الأخطار والأضرار وهذه الآية نزلت في الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حين نام في فراش الرسول صلى الله عليه وآله ليلة الهجرة ففي الحديث لما توجه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الغار أمر النبي عليا أن ينام في فراشه ويتغشى ببردته فبات علي عليه السلام موطنا نفسه على القتل وجاءت رجال من قريش من بطونها يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أرادوا أن يضعوا عليه أسيافهم لا يشكون أنه محمد فقالوا أيقظوه ليجد ألم القتل ويرى السيوف تأخذه فلما أيقظوه ورأوه عليا تركوه وتفرقوا في طلب رسول الله صلى الله عليه وآله فأنزل الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله روفا بالعباد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين